حبيبة كابتن اسلام تحياتي ليك وتحياتي لكباتين الكبار حبايب كلهم كوكبة من نجوم ما شاء الله خليك كابتن فتحي كابتن ابراهيم كابتن محمد حجيش بيسلموا عليكم مبروك كوليد مبروك لسه كابتن فتحي وكابتن ابراهيم وكابتن حجيش كابتن بيقطعوا فيك دلوقتي بيقولك يعني كوادر ادارية جبدا جدا وخارجين كلهم من نادي الاهل يعني لا خد بالك التلاتة يعني انا كابتن حجيش كده عصيرته حاجة بسيطة لكن كابتن ابراهيم عصرات ده بقى ده مدربي وده المتطبعي اصلا وده اول واحد اللي عبني حر تحت الفراو ده وكابتن فتحي بقى مش عايز اقولك في منطخب مصر يعني ناحية الادارية دي كل انا متعلمها منه عشان كده بيقطع فيك كله بيقطعوا فيه ايه بيقطعوا في نفسه يعني ألف مبروك يا كابتن وليد النهاردة رحيها ثلاث نقاط اعتقد انها ثلاث نقاط اهمة جدا بالنسبة للاتحاد السكندري ما كانش مهم اوي ان انت النهاردة تعمل شكل او مستوى فني ولكن في النهاية تصل كل الاتحاد يصل للنقطة ستة وثلاثين اعتقد التلات مباراة القادمة زي ما كابتن وليد عمد صمت بيقولها هتبقى مختلفة تماما اكيد الحمد لله على المكسب الدوري ده صعب اوي كابتن اسلام مزبوط وبعدين احنا جربنا نلعب كرة حلوة اوي يعني لعبنا كرة حلوة اوي مع الاهلي وبنخسر لعبنا كرة حلوة اوي مع بيرامد وبنخسر لعبنا كرة حلوة اوي مع بتروجيت وبنخسر يعني عارفت ده لا احسن بقى يعني كسب لنا ماتشين ثلاثة مش مشكلة الاداء لكن انا شاف الاداء النهاردة اقل من المباراة اللي فاتت كويس بيس علشان التوتر والقلق اللي موجود عند الفرقة لكن الحمد لله مكسب حطنا في المركز الثامن عندنا بعد اربعة طيام مباراة مهمة جدا مع الاسماعيلي في الكاس اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني اذا ربنا عفقنا وكسبنا الاسماعيلي هنبقى روحنا لقبل نهاء الكاس ودي بطولة غايبة عن الاتحاد سكندري من تلاتة واربعين سنة اه فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون من الاربعة الكبار في الكاس ان شاء الله كابتن وليد الحياة الناس كلها دلاتي بتتكلم على خالد امر ومدى اهمية وجوده مع المنتخب خلال الفترة القادمة خالد مع الاتحاد او مع مع الجهاز المتواجد حاليا حضرتك وكابتن حلمي وبقية الجهاز اللي موجود اعتقد الشكل مختلف تماما بالنسبة لخالد امر والله مهاجم رائع ومتميز وهو يعني شغل على نفسه بشكل كواس قوي طبعا لعب منتخب مصر قبل كده ولعب في الزمالك ولعب في اندية كبيرة لكن خالد بيقدم واحدة من احسن المواسم بتاعته 14 هدف دلوقتي يفصلوا هدف واحد عن صدارة هداف الدوري فمستر اجيري كان موجود وكابتن احمد ناجي وتفرجوا على المباراة انا شايفه هو احمد علي بصراحة اه ماشيين بشكل كواس قوي من من اللعيبة اللي برا الاهل والزمالك يعني نعم بتفكروا زي في الفترة اللي جاية يا كابتن تلات مباراة بقية على نهاية الدوري بتفكروا فيها ازاي الاول بنفكر في مباراة الاسماعيلي بشكل كبير لها الكاس نتمنى ان شاء الله يوم خمسة خمسة اه مباراة مهمة نتمنى يعني ان احنا نقدر نخسل اسماعيلي ونخش فقبل النهائي لان برضو انت عارف يعني بطل الكاس هيبقى هو المؤهل الكنفدرالية دي نقطة مهمة جدا نعم اه وبعد كده تلات مباراة انبي وطلع الجيش واسموحة مباراة كلها نتمنى نفنش بقى الدوري بشكل كويس وفي مكان كويس يعني اظن برضو اه هتبني مرضونات كويس حسن جماهير الاتحاد اشنال عمار حمدي و خلاص الدوري بينتهي في او في نهاية الدوري هل هتطلبه ان انتو تكملوا اعارض عمار مرة اخرى ولا دا سابق الاوانه مفيش ولا احنا بنطلبه من عندك الفريق يطلبك واضح هوا يعني عايزين يعني نادي الاتحاد طيب يعني ساعتها بقى هيبقى فيuggica فيه كلام تاني اخر للموسم يعني مفيش شك ان احنا فيه عندنا خمس لعيبة اعراط كلهم مهمين عمار حمدي من الاهلي سيسيم الزمالك احمد توفيق من بيرامد ناصف من الجيش وكريم ديب من المولين الخمسة دول طبعا احنا نفسنا نجدد الاعارة واولهم عمار طبعا يعني معرفش رأي الكبات ان ايه لكن لو عمار قعد كمان سنة في الاتحاد برضو متى يال انه هيتقل زيادة هياخد عدد مباريات زيادة يتقل في الاهلي بقى وليه يتقل في الاهلي بقى يتقل في الاهلي الرأي الاول والاخير عند مستر لسارتي بقى والناس اللي موجودة ولو عمار يعني هيرجع الاهليه دونا واحد تاني بقى احنا بنتفاوض على الهواء مباشرة ربنا يكرمك يا كابتن وليد ويافقك وخلال الفترة اللي جاية دايما رجل محترم الكابتن وليد صلاح الدين هنشكرك جدا يا كابتن وليد وبالتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا يا كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة لنادي الاتحاد السكنداري الشخصية محترمة وابني من الابناء النادي الاهلي كابتن فتحي اه اتحاد السكنداري اه و اه النجوم هل النجوم نزل من وجهة نظر اه لا 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 بدون تردد